السلام عليكم اليوم جبت لكم تصميم مال بيت 200 متر الواجهية 10 والنزال 20 هنا بالبداية عندنا مطبخ هذا المطبخ البارد وهنا الكاونتر صاير وبهاي الجهة صاير المطبخ الحار ومخلين بيه طباخ وهنا عندنا المنور طبعا هذا باب مالة المنور وهذا الطباخ هنا صاير والمخصر وهسه ورما كملنا من المطبخ خلونا نروح ونشوف بقية التفاصيل طبعا هنا عندنا هذا الباب اللي يدخل على الصالة هذه الصالة المساهماتها كلش واسعة وحلوة مرتبة الصالة هنا عندنا الاستقبال طبعا الاستقبال مفتوح على الصالة بس هنا ابو البيت راح يخلي باب خشب ويعزل الصالة عن الاستقبال المهم مثل ما شوفون عندنا مدخل الاستقبال من ديس الجهة اكو كلي دورة صغيرة عندنا هنا والمدخل مالة الاستقبال الشباك بهاي الجهة صاير عندنا هسه هنا غرفتين بالاخير وعدنا هاي الصحيات هنا صايرة طبعا الصحيات كلش واسعة ومرتبة تقريبا مساحتها 1 1 ثانية صافة مترين ونصف لطول مالتها المهمنا ها هنا هنا الغرفة الاولى مثل ما تشوفون غرفة خمسة باربعة غرفة واسعة غرفة مال منام مرتبة الشباك مالتها على المنور المنور مالت الغرفة يوجد اول ما ندخل على المطبخ الحار يوجد المنور مالتها على موضع لا تصير خربطتكم بالتصميم ويكون وضعتكم المهم، هذه الغرفة الثانية القياسات مالتها ٤ باربعة تقريبا ومثل ما قلت لكم بالبداية مساحة القطعة هذه 200 متر الواجهية 10 والنزال 20 هنا عدنا هذا الشباك اللي على المنور منور مالة الصالة طبعا بعدها ما كامل هذا المنور راح يتغلف جام صاير بهاية جهة المهم هس قبل لا نصعد على الطابق الثاني هنا عدنا هذا الدرج دور باياته كلش مرتبة واللي ارتفاع مالتهم تقريبا من 20 الى 19 سنتيم ارتفاع الباي المهم ما طول عليكم مثل ما شوفون قدامكم اول ما صعدنا عدنا هذه الصالة بس الصالة صايرة صغيرة لأن بها الصعدة مالة الدرج هنا عدنا القسم الاول من البيت طبعا صاير جزئيا البيت مسوينا خنقول مشتمليا او جزئيا قاسمين البيت نحن بالامامية عدنا هذه صالة ومطبخ مسويين وهذه غرفة وصحيات بيها طبعا هذه بلكونة من هالجهة وهذه الصحيات هنا صائرة هذا القسم البلواج ت helm نروح للقسم الثاني الى هالجهة هنا صحيات يمكن ان ديها متل ما شوفون صحيات وهذا غرفتي هاي غرفة لين جواها غرفة Kitchen وهي غرفة ومسوين صحيات بهاي الجه وطبعا إذا ردتوا التصميم مال هذا البيت راسلونا على الخاص أو كتبه بالتعليقات وراح أرسلكم إياه إن شاء الله هنا وصلنا نايت الفيديو اللي أتمنى منكم تخلونا لايك ومتابعة واللي عند أي ملاحظة أو استفسار يكتب لنا بالتعليقات وتدللون بس أهم شي لا تنسونا سونا لايك على الفيديو وتحياتي